براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتخين فإذا انتلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتهم الزكاة فقلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يقول للمشركين عهدتم عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاتقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة القفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكتوا ألمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشونه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبكم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وديده والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعبروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حرطت أعمالهم وفي النار هم قالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعتى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستغون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله لأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورطوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم قالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تستهدوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأجوازكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كتابها ومتاكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاب في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسخين لقد نصركم الله في مواقن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم لتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يهينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يبنوا وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضايؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من ذو الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحبى عليها في نار لهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنز لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكلزون إن عزة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله هوم طلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما لي ويطئوا عزة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين له سوء أعمالهم والله لا يهزي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا كيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم في الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذلكم عذابا أليما ويسترد القوما غيركم ولا تبروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصروا الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحذن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأياده ببعود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العنيا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وفقالا وزاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قيبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وتيحرفون بالله لو اتطعنا لقربنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفا الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذن كالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذن كالذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترزدون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فتبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو فرضوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد اتروا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وهير أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن بهنما لمحيطة بالكافرين إن تصلك حسنة تسؤهم وإن تصلك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قلنا إن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو شرها لن يتقبل منكم إنكم قوانكم قوما فاشقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم قسانا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعذبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون ويحرفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغارا أو مدقلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راضبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحذفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من محاذب الله ورسوله فأن له نار جهنم قالبا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنزئهم بما في قلوبهم قل استهذئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهذئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعذى الله المنافقين والمنافقات والكفار لا ردها النمطالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وفضتم كالذي قاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون فلم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاذ وتمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكيمون الصلاة ويقطون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبث المصير يحركون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولمكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بسلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم لفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهزهم فيزفرون منهم سهر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وترموا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحظ قلنا أرد أنما أشد حرا لو كانوا يبطهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكذبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فكن لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصد على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم جفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاتقون ولا تعذبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت صورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا درنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع القوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيران وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نفحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله ضفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الزنع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ربوا بأن يكونوا مع القوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتبرون إليكم إذا ردعتم إليهم قل لا تعتبروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيحلفون بالله لكم إذا انطلبتم إليهم لي تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لكم ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاتقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأبدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليه الزائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غطور رحيم واشتابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا عن المنفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب معظيم وآخرون عشرقوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غطور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكين بها وفذ عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عجازه ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فتيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسترزون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريطا بين المؤمنين وإرخاذا لمن حيرب الله ورسوله من قبل وليحرفن إن أربنا إلا الحزنا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أزت بنيانه على تقوى من الله ولضوان الخير أم من أزت بنيانه على شفى جرق هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعزا عليه حقا في الثوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعزها إياه فلما تبين له أنه عزو لله تدرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويمير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العشرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا من جأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو الثواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتقلقوا عن رسول الله ولا يلغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضرع ولا نصب ولا نخلصة في سبيل الله ولا يقعون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يجيع أدر المحسنين ولا ينفقون نفقة صبيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وأن ينذروا قومهم إذا وزعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم نرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرت الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حفظي الله لا إله إلا هو عليه توتلت وهو رب العرش العظيم